الانتاج الحيواني منقلقش طب هناخد 10-15-20 دي أكد طب بوص وسيدي تحسين وراثي للسلالات المحلية يمكن حضراتكم يمكن تبعته في أكتر من مرة كلمات الرئيس حول تحسين السلالات المحلية واستبدال سلالات عادية بسلالات جديدة أصبحت موجودة في العالم عالية الانتاجية في الشقين سواء إذا كان فيه اللحوم أو انتاجيتها للحوم يعني التحول للحوم وفيه انتاج الألبان عندي 42700 مستفيد هم عدد المستفيدين أو حجم المستفيدين من مشروع لتربية وتسمين حوالي 494 ألف رأس ماشية عندي تقريبا ما يزيد عن 8 مليار جنيه حجم التمويل بتاع مشروعات إحياء البتلو حتى الآن أنا عايز إيه؟ أنا عايز أوفر فرص عمل لأبناء صغار المزارعين عايز أوفر فرص عمل وأمكن المرأة المصرية والشباب في الأرياف بتاعتنا أنا عايز أرفع مستوى المعيشة بتاع أهلين الفلاحين والمزارعين وتحقيق التنمية المستدامة في أرياف مصر طيب الخدمات البيطرية عشان أقدر أعمل ده بعمل خدمات بيطرية قدمت خلال 9 سنوات فاتوا للي بيسأل إحنا بنعمل إيه؟ مصر أنا وإنت وكلنا بنعمل إيه؟ عملنا بالفعل 3186 قافلة بيطرية أطلقت في أكتر من ألف قرية عملنا 204 مليون جرع التحصين لعلاج الحمى القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الأغنام يعني مجموعة من الأمراض التي تلحق وتصيب الماشية والأغنام والرؤوس على اختلاف أنواعها 29 وحدة بيطرية جديدة تم إنشاءها وتسعة وتمانين وحدة تم إحلالها و196 وحدة تم تطورهم ورفع كفائتهم من 14 لحد 23 2 مليون جرعة سنوية هي الطاقة الإنتاجية خد بالك بقى 2 مليار أنا آسف 2 مليون مليون مين احنا مش عملش بالمليون 2 مليار جرعة سنوية هي الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية ده أدى للسيطرة على الأمراض أدى للسيطرة على الأوبئة بعد ما كنا بنشتغل على 120 مليون جرعة